عقدت جماعة رفض اجتماعها التشاورية الثاني في بغدادة لرسم بوصلتها المقبلة وفقا لمجموعات مفاهيم بيان للجماعة خصلت عليه وانيوز ذكر أن توسيع دائرة الرفضة من خلال الاستقطاب النوعي المؤثر للشخصيات والقوى الواضحة بمعارضتها لتحالف السلطة الحالي وحكومته إلى جانب رفض الاستتباع السياسي لإيران أو أمريكا وغيرهما وأضاف البيان أن الجماعة تشدد على رفض معادلة الحكم الحالية التي اجتشكلت وفق نظام المحاصصة في قيادة وإدارة الدولة